بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله وبياكم أعزائي وطلابي طلاب الصف الأول الابتدائي بمدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبني حياكم الله شباب شخباركم إن شاء الله طيبين الحمد لله يا رب دوم إن شاء الله يتجدد بنا اللقاء مرة أخرى يا شباب في الأسبوع الثالث من هذا العام ومع درس جديد بإذن الله تعالى وتعالوا مع بعض نشوف شنو عندنا درس هالأسبوع إن شاء الله يلا بسم الله هلا منصور هلا هلا والله إحنا جاهزين يا منصور منصور يسألكم يا شباب يقول جاهزين أنا أقول لا أكيد جاهزين حقدر إن شاء الله يلا بسم الله عندنا بداية يعني نفس قصة نفس قصة تقول القصة تقول استخدم جاسم قطع الكرتون وصمم بيتا جميلا ومتينا عرض البيت في غرفة الصف وسأل زملاءه ما عدد أركان البيت يعني كم عمود في البيت كم ركم في البيت يعني كم عمود يشير البيت خلونا نعد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة جاوبوا الزملاء وقالونا خمسة خمسة يا جاسم خمسة قال لهم أحسنتم إجابة صحيحة إنزيل شنو علاقة هالرقم رقم خمسة بدرس اليوم وش اللي مكتوب على هذي الأعمدة تعالوا نشوف شنو عندنا درس اليوم ونتعرف على علاقة رقم خمسة مع درس اليوم ونعرف ش اللي كان مكتوب على أعمدة البيت اللي بنا جاسم من الكرتون يلا تعالوا بسم الله ايوه اليوم عندنا درس عن أركان الإسلام طيب عندنا حديث شريف يتكلم عن أركان الإسلام تعالوا نقرأ أركان الإسلام ونعرف شنو يعني أركان الإسلام وأركان الإسلام هذي كامركن تعالوا نعرف يلا نقرأ الحديث يلا بسم الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام بني بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت متفق عليه عن عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت قال رسول الله عنه قال رسول الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول يخبرنا في هالحديث إن الإسلام الإسلام ديننا له خمسة أركان انتبهوا عرفته الخمس أعمدة اللي سواها جاسم في البيت كان المقصود بها خمس أركان للإسلام يعني خمس أعمدة للدين الإسلامي طيب ما هي الأعمدة يا رسول الله أول شيء الشهادتان يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا الرقم واحد رقم اثنين إقام الصلاة رقم ثلاثة إيتاء الزكاة رقم أربعة صوم رمضان ورقم خمسة والأخيرة حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا يعني شين يستطيع هالكلام تعالوا ننتقل إلى الفقرة التالية عشان نعرف شين معنى هالكلام تعالوا ننتقل إلى ناخذهم بالتكتيب أولا الشهادتان الشهادتان هما أول رقم من أركان الإسلام وتعني شين معنى الشهادتان تعني أن لا أعبد إلا الله وحده ولا أشرك به شيئا ولا أشرك معه أحد يعني ما أعبد أحد غير الله سبحانه وتعالى وأشهد أيضا أن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله طيب ما هي لطف الشهادتان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هاتان هما الشهادتان طيب ممتاز تعالوا ننتقل إلى بعد ثانيا إقام الصلاة صلاة هي الرقم الثاني من أركان الإسلام وتعني أن يصلي المسلم لله تعالى خمس صلوات في اليوم والليلة ننتقل شين هما خمس صلوات اللي في اليوم والليلة عندنا صلاة الفجر بعدين صلاة الظهر بعدين صلاة العصر بعدين صلاة المغرب بعدين صلاة العشاء خمس صلوات في اليوم والليلة طيب عدد ركعات الصلوات المفروضة صلاة الفجر ركعتين صلاة الظهر أربع ركعات صلاة العصر أربع ركعات صلاة المغرب ثلاث ركعات صلاة العشاء أربع ركعات طيب ننتقل إلى الركن الثالث وهو إيت أو الزكاة في أن يخرج المسلم القادر زكاة ماله للفقراء والمحتاجين مرة كل عام هذه زكاة واجبة في الإسلام إن الإنسان اللي عنده فلوس ويقدر يطلع فلوس زكاة واجب عليه أن يطلع زكاة للفقراء ليش نطلع زكاة يا أستاذ عشان تنتشر المحبة بين المسلمين ممتاز ننتقل إلى الرقم الرابع من أركان الإسلام وهو صوم رمضان يصوم المسلم شهر رمضان في كل عام كل سنة يجينا رمضان نصوم شهر رمضان لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا بأن الصوم هو ركن من أركان الإسلام فإذن لازم نصوم رمضان طيب إشلون نصوم؟ شنو كيفية الصيام؟ نصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس يعني من يأذن الفجر؟ نبدأ صيام ونخلص مع أذان المغرب طيب ممتاز زين شو اللي نتعلمه من الصوم يا شباب؟ الصوم يعلمنا الصبر تمام؟ طيب ممتاز ننتقل إلى الرقم الخامس والأخير وهو حج البيت طيب الحج كم مرة يستغاد مكتوب هنا أو الواجب على المسلم أن يؤدي الحج مرة واحدة في العمر إن استطاع يعني إذا عند المقدرة أنه يروح الحج فرض عليه أنه يؤدي الحج مرة واحدة في العمر كله طبعا يحج المسلم إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة وفي موسم الحج يجتمع المسلمون من كل مكان في مكة المكرمة أمام الكعبة المشرفة من كل عام طيب ممتاز ممتاز كذا عرفنا الخمس أركان للإسلام الشباب وهم الشهرتان شهرت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا ممتازين يا شباب وإلى هنا نكون قد انتهينا من درس اليوم على أن نراكم بإذن الله في الفيديو القادم ومع استكمال لدرس أركان الإسلام بإذن الله مع السلام يا شباب شكرا للمشاهدة